المشاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء وهذه أبرز العناوين اللجنة تحضيرية العليا لمعرضي ومؤتمر لحوم السودانية تعقد اجتماعها الأول توطئة لانطلاقته في أكتوبر القادم الولايات المتحدة الأمريكية ترى في علاقتها مع تايوان أمرا مهما للعالم الحر أهلا بكم حيا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني بمناسبة ذكر انتفاضة أبريل من العام 1985 موضحا أن البلادات تتقدم بثبات لاستكمال الطريق الذي رسمه الشهداء والثوار في العام 2019 وأكد البرهان في كلمة وجهها أمس لشعب السوداني بمناسبة هذه الذكرى المضية قدما نحو تأسيس عهد جديد قوامه الحرية والسلام والعدالة قال مستشار رئيس دولة جنوب السودان لشؤون الأمنية توتغولو لكن عددا كبيرة من النازحين واللاجئين السودانيين في دولة الجنوب يستعدون للعودة طوعا لمناطقهم في النيل الأزرق وذلك بعد السباب الاستقرار في المنطقة جاء ذلك عقب تسليمه لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح المرهان رسالة خطية من نظره رئيس دولة جنوب السودان سلفا كيرميرد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما ما يلي ملف السلام في كلا البلدين جينا قرطوم برسال من سيد الرئيس دولة جنوب السودان سيادة الفتاح المرهان بين جنوب الشمال وتواصل دايما بملف السلام بتا دولة جنوب تنفيسو ماذا اوصل فيو لحنو سودان نادزول ما سيقرا سريقاك سودان ضامن لاتفاق دور جنوب السودان وجنوب ضامن تفاق جوبة نسلام نحن طالعنا ناكشنا كل ما بليك عمرا بتا دولتين والعضاء الموجود بين جنوب الشمال وناكشنا تنفيس اتفاقية دور جنوب ونواصل لحنو القيارة الأول والسلام والسقرار ونحن نحن نشعرنا نحن في جنوب السلام والسقرار نحن 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 نصدقل بلد في عمل ونقولوا مجهود بتا دول السلام مجهود بتاع الزاء والسلام نحن نحن نشاركينا اه قنا نعم رئيس البروان اعتدواجيه تاصير رئيس الوكيل ميادت رئيس دولة جنوب السودان نعمن بعمل نحننا نحن نفس مال في اتفاقية ونحن نقضع القدام لشان نحن نفس هذا في اتفاقية نحن متبلغان رو كما لو تغير مفصلة الأوضاع الموجود في جنوب السودان وأكد دامته وتواصل فيه للسلام بتاع دور جنوب السودان نحن فرغنا كمان للسلام بتاع تفاقي جبل السلام اللعن النازعين والمواطنين اللعن الراجعين مطوعا للسودان خاصة المنطقيني اللعنزر كله المواطن في منطقة بوجن نحن راجع لمناطق بشمال لكي نفوه السلام فيه سقرا نحن فرغنا نحن فرغنا في دولتين مهم جدا دعا وزير الخارجية السفير علي الصادق لتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتوحيد الخططي في إطار الدبلوماسية السودانية الاقتصادية والترويجي لمزيد من الأسواق الخارجية لمنتجات اللحوم جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة التحضيرية العليا لمعرضي ومؤتمر اللحوم السودانية المزمعين عقاده في أكتوبر المقبل بالخرطوم إن من ضمن أولويات وزارة الخارجية في هذه المرحلة هو استقطاب مزيد من الاستثمارات من الدول الصديقة لدعم قطاع الثروة الحيوانية فضلا عن جلب مزيد من التقنيات الحديثة لهذا القطاع لزيادة القيمة المضافة بتوسيع قطاعات الصناعة التحويلية وزيادة صادر اللحوم المصنعة وكذلك المنتجات الزراعية كما يتواصل جهدنا ببحث عن مزيد من فرص التدريب ورفع القدرات لزيادة فرص الدراسات العليا والتدريب والمشاركة في المنتبرات والمتديات العالمية المتخصصة من جانبه امتدح وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم التنسيق والتكامل الأدور بين وزارته ووزارة الخارجية لإقامة هذا المعرض للإسهام في تنمية صادر اللحوم السودانية وذلك من خلال لفتح أسواق خارجية جديدة تعمل وزارة السر والحيوانية جاهدة في دعم مساعدة العاملين في هذا القطاع خلال وضع السياسات التي تعزز تحفيز الانتاج لتحقيق تنمية مستدامة بهذا القطاع باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة في هذا السياق إننا نشدد على ضرورة تعزيز تجارة اللحوم والمنتجات الحيوانية لدول الإغليم والأسواق العالمية التي تعتمد مستويات عالي من الجوزة بتعزيز الغيمة السوقية للمنتجات الحيوانية وضمام مستوى عالي وسابت من الجوزة وزيادة الفرص التسويقية لأسواق المحلية والعالمية إلى ذلك قال والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة إن تنظيم معرضي ومؤتمر صادر اللحوم السودانية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك للعائد الكبير لصادرات الثروة الحيوانية كل ولاية عندها خصوصية نحتاج أن كل ولاية تعيد ورقة تعيد ورقة تتضمن مكوناتها في الثروة الحيوانية مكوناتها في البناء التحدية من محاجر ومسالخ وكوادر طبية تشرف على سلامة الحي شرعت ولاية النيل الأبيض في إنفاذ جملة من المشروعات التنموية بمحلياتها المختلفة وأكد أن حكومة الولاية تولي الطرق الداخلية أولوية خاصة حيث أكد وزير البنية التحتية والتنمية العمرارية بالولاية يوسف أحمد فضل المولى أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة في الصيانة وإعادة التأهيل للطرق الداخلية في كوستي والدويم والبطينة وربك والجبلين تتواصل جهودنا في صيانة وصفلة الطرق الداخلية بمدينة كوستي والمدن والمدن الولاية الأخرى الربك والدويم وغيرها من المدن حقيقة في مدينة كوستي يعني كان وحدنا مع المواطنين في صفلة وصيانة الطرق الرئيسية بالمدينة وغد أوفينا بما وعدنا يعني وغد تم تنفيذ صفلة طريقة لأندلس وهو طريق رئيسي في مدينة كوستي يطول اتنين كيلومتر تم السفلتة تماما باتجاهين واكتمل أيضا العمل في عمل الانترلوك والكربستون والعمل اكتمل ويتواصل العمل الآن في إنارة الطريق أيضا يتواصل عملنا في سفلة الطرق الأخرى أو الطريق الموازي لهذا الطريق وأيضا هو طريق رئيسي طريق النصر اتداء من لفة إدارة جامعة الإمام المهدي ومرورا بالمستشفى ووزارة البناء التحقيق إلى السكة حديد عالميا لن يلقي الأمريكيون بالا لتحذيرات الصينيين واستقبل رئيس مجلس كيفين مكارثي الرئيسة التايوانية ساي انجوين في مكتبة ريغان بولاية كاليفورنيا وشكل الاجتماع بين الطرفين سانحة مهمة لتجديد واشنطن التزامها بدعم تايوان حيث تعتبر أن العلاقة بينهما مسألة بالغة الأهمية للعالم الحر رياضيا تم أمس صحب قرعة ربع نهائي بطولتين دورية أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالقاهرة وأصفرت القرعة عن وقوع الأهل المصري في مواجهة الرجاء المغربي وسندونز الجنوب أفريقي ضد شباب لزداد الجزائري الويداد البيضاوي المغربي ضد السينبا التنزاني وترجي تونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري وفي نصف النهائي سيواجه الفائز من شبيبة القبائل والترجي الفائز من الأهل والرجاء والفائز من سينبا التنزاني والويداد المغربي سيواجه الفائز من شباب بلوزداد وصندونز وجاءت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالي على النحو التالي مورو جالنتيس الجنوب أفريقي ضد بيراميتس المصري أسيك ميموزا العاجي ضد الاتحاد المنستري التونسي اتحاد العاصبة الجزائري ضد الجيش الملكي المغربي يانجا أفريكانس التنزاني ضد ريفرس يونيتد نيجيري مشاهدين في ختام هذا المساء نذكر بالعناوين اللجنة تحضيرية العليا لمعرضي ومؤتمر لحوم السوداني تعقد اجتماعها الأول الولايات المتحدة الأنبيكية ترى في علاقتها مع تايوان أمرا مهما للعالم الحر إذا مشاهدين بهذا تكاملت نشراتنا لهذا المساء للمزيد من المعلومات والأخبار زروا موقعنا أشروك ضد نيت في أمان الله